اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبات وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة مخصصة للتعليم الصناعي النهاردة هنتكلم عن تخصص من التخصصات المهمة عندنا في التعليم الصناعي وهو تخصص التريكو الالي طبعا احنا في مرحلة بنحاول نتعرف فيها على جميع التخصصات الموجودة في التعليم الفني عامة وفي التعليم الصناعي خاصة هتكلم النهاردة عن التعليم الصناعي وخاصة تخصص تريكو وهقول قد ايه هو بنهتم به وبنهتم بالصناعة فيه لانه مش بس بيعلمنا معلومات او بيفيدنا بادواتنا او بالمواد اللي احنا بناخدها فيه خلال المراحل السلاسي الصف الاول والثاني والثالث لا ده كمان بيعدنا كطلبة لسوق العمل عشان نقدر بعد كده اللي ما يكملش في الجامع او بيكمل وعمل مشروع جنب الكلية بتاعته او المعهد بتاعه او انه هو هيشتغل بس فيقدر يبقى عارف يخش مجال العمل ازاي بمعلوماته اللي هو استفاد منها خاصة ان احنا في التعليم الصناعي بنتدرب كمان في الجزء العملي على الماكينات والالات المستخدمة في جميع التخصصات فاحنا النهاردة هنتكلم عن شعبة التريكو وعن الادوات اللي بتستخدم فيها وعن شكل المواد اللي كمان بندرسها خلال السلاس مراحل وايه هي الانتفاع من هذه المواد وهتفدني ازاي بعد ما بخلص واطلع الى سوق العمل كلنا عارفين ان لما اجي اقدم في اي مهنة ببقى محتاجة حاجة مهمة جدا وهي ان انا يكون عندي قدر كبير من المعلومات اللي تخليني ان انا لما اجي اقدم للمهنة دية يكون عندي فيها حاجة اسمعا ان انت مميز بمعلوماتك فممكن انت تكون من الناس المرشحين الاوائل لان احنا كلنا عارفين ان كل شاغل وظيفة او كل انسان بيجي يشتغل في مهنة بيبقى فيه مواصفات وبيبقى فيه مهارات وبيبقى فيه معارف لابد انه هو يكون عارفها او حاصل عليها لما بنتكلم عن الصفات لاي حد رايح يشتغل في اي مهنة وخاصة لو هي تمس التخصص بتاعه او يكون عنده دراية بيها فسماته طبعا او صفاته اللي هي السمات الشخصية ليه زي مثلا شكله سماته البدنية سماته النفسية سماته العقلية ازاي يقدر يتعامل ازاي يقدر يتكيف مع المحيطين حواليه داخل العمل ازاي يتعامل مع اي مشكلة داخل العمل ويقدر على حلها ازاي يستعين بفني لو هو واقف على مكانة وهو ما يقدرش انه يصلح هذا العيب اللي موجود في المكانة فازاي يستعين بحد فني ما يحاولش هو من نفسه هو ما عنده دراية باصلاح هذا العيب الحاجات دي كلها بسميها صفات مفروض تكون موجودة في الشخص اللي رايح لشان يتوظف اما لما اتكلم ان هو لازم يكون موجود فيه مجموعة من المعارف او المهارات طبعا لو هو خريج تعليم الفني وخاصة تعليم الصناعي هنلاقي عنده مجموعة من المعارف كبيرة جدا ومجموعة من المهارات برضو كبيرة طبعا حتى لو كانت هذه المعارف وهذه المهارات مجموعة بسيطة بالنسبة للعمل اللي هو رايح يتم تعيينه فيه او هو يشغله فهو اثناء تعليمه اثناء تعيينه داخل هذه الوظيفة هيقوم المصنع اللي هو شغال فيه لو شايف ان عنده المهارات والمعارف اللي هي متوفرة فيه ان هو يزودها بان هو هيقوم بتدريبه يبقى انا على الاقل حطيت القعدة الاساسية لهذا شاغل الوظيفة او لهذا العامل بحيث ان هو لما يروح يتعين في اي مهنة هيحصل ايه ان هو ممكن يدربه عشان ينموا هذه المهارات وهذه الوظائف طيب انا دلوقتي هتكلم عن تخصص التريق والقالي والتطريز قد ايه هو التخصص ده مهم وقد ايه ان هو بيفدني جدا وقد ايه كمان ان هو باستفاد منه على هذه المهارات وهذه المعارف اللي انا حقليا بتكلم ايه بتكلم عنها اول ما بخش هذا التخصص في الصف الاول طبعا وفي الصف التاني في الصف التالت بلاقي مجموعة من المواد هذه المواد بتثبت معايا في اولى وفي تانية وفي تالتة وقاليا هي صلب التخصص زي مادة معدات زي مادة تراكيب زي مادة مؤيسات او المؤيسات دي كمان بتبقى في الصف التالت من اولى بيبقى معايا معدات رسم فني تراكيب خمات حسب قالي تمام امن صناعي والامن الصناع بيبقى موجود معايا في الصف الاول والصف التاني فقط يبقى احنا اتفقنا ان فيه مواد بتبقى معايا من سنة اولى تثبت عندي وفيه مواد بتزيد علي في تانية وفيه مواد بتقل في سنة تالتة ولكن هلاقي نفسي ان اهم مادة او من المواد المهمة من هذه المواد هي المادة اللي بتعرفني على تخصصي كلنا عارفين ان تخصص التريكودة حاليا بقى ليه اهمية كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الدولة ازاي احنا الاول كانت الفكرة عندنا هي عبارة عن اننا بنتج ملابس التريكو للتدفئة في فصل الشتاء وكنا بنستخدم فيها الالياف الصوفية او الخيوط الصوفية اللي هتقدر تعمل عملية التدفئة دي طيب هل حاليا في هذا الوقت بقى الاستخدام بالنسبة لملابس التريكو هو الشتاء بس لا احنا لو لاحظنا وبصينا على الموديلات وعلى التطور في الاستخدام او في الشكل هنلاقي ان اقمشت التريكو اصبحت بتستخدم الشتاء نصيفا يعني حاليا هتلاقوا بعض الموديلات اللي هي مصنوعة من الغرز الخفيفة او الغرز المفتوحة اللي هي بقاليها شكل جمالي وفي نفس الوقت ما تسبب ليش درجة حرارة مرتفعة لا دي تسبب لي شكلا جماليا وتديني مظهر جميل يخليني ان انا اقدر استخدم حاليا الملابس اللي بتستخدم في التريكو شتاء وصيفا ما بقاش الاستخدام لهذه الملابس مخصص في فصل واحد عن غيره لا احنا حاليا بقنا نستخدمها صيف شتاء خريف بقى في جميع الاوقات مش كده وبس كنا الاول بنستخدم الالوان اللي هنلاقيها داكنة او غامئة يعني كنا نستخدم البني الازرق الالوان اللي هي ميلة للغامي الاسود الحاجات اللي كلها زي ما اتفقنا لونها غامي دلوقتي لو لوحظنا لا هنلاقي منها جميع الالوان الجميلة الفتحة اللي بتديني يعني ايه زي يقولك كل ما كان اللون فاتح كل ما داني انطلاقة وداني روح وداني طاقة ايجابية تخليني ابقى مبسوط باللبس اللي انا لبسه وكمان الطاقة الايجابية تخليني اتعامل مع شغلي او اتعامل مع الحياة بتاعتي بروح احسن لان كل ما كان الالوان فتحة ووان مبهجة كل ما كان تدتني هذه الطاقة فاحنا اصبحنا كمان مش بس بنختار اقمشة لها الوان غمقة عشان زي ما اتفقنا انا باستخدم هذه الالوان في الشتاء فاحنا عارفين ان الالوان الغمقة في الشتاء بتمتص درجة الحرارة بتاعت الشمس فتدفيني او بتحتفظ بدرجة الجسم وبتمنعها من النفاذ خاصة لو كانت هذه الخيوط المستخدمة خيوط صوفية لا ده انا حاليا كمان باستخدمها في الصيف يبقى معنا كده انا عايز استغنى عن الالوان الغمقة شوية ودخل عندي الالوان الفتحة وده فعلا موجود الالوان الجميلة اللي هي كلها درجاتها فتحة كده وتبعث عن الفرحة زي ما بنقول كده الدنيا ربيع لان الالوان كلها بتبقى متوفرة في كل شيء حوالينا فهو ده اللي بنستخدمه حاليا في انواع الخيوط ان احنا اصبحت انواع الخيوط متعددة مش كده وبس واصبحت الوانها كمان متعددة عشان تناسب اي فصل بيتم استخدام اقمش التريكو فيه كده تمام طيب هو احنا الاول في اقمش التريكو كنا بنستخدم ايه قال لي اول ما ابتدينا في اقمش التريكو هما الناس عرفوها ازاي اول حاجة عندي دي مادة المعدات كده تعالوا نتكلم الاول هي صنعت التريكو تعرف ازاي ان هي كانت موجودة من قديم الزمن في بعض المدافن او بعض زي ما بيقولوا كده وجدوا كدماء المصريون وضعوا قصص لهذا الفن ان هما لقينا عندهم بعض المصنوعات الصوفية اللي مصنوعة بطريقة التريكو يعني داخل المقابر بتاعتهم لما بيتم اكتشاف مكبرة ما لقوا في هذه المكبرة بعض القطع الصغيرة اللي مصنوعة من الخيوط الصوفية بطريقة التريكو طبعا في الوقت ده كان التريكو يا اما يده ويا اما عن طريق نول مصغر فقالوا ايه ده ايه القماشة دي وابتدوا يعرفوا لقوا ان هي معمولة بغرز التريكو طيب احنا حاليا بنستخدم ايه زي ما كلنا شايفين دي ما كان التريكو قدامنا طبعا حاليا فيه زي ما كان فيه بالضبط تطور في ان انا استخدم انواع مختلفة من الخيوط عندي تطور كمان ان انا مش بس استخدم الاماشة التريكو في الشتا بس داني بقيت استخدمها في الشتا وبقيت استخدمها في الصيف لا وكمان عندي تطور في المكان والمعدات المستخدمة انا كنت الاول بستخدم مكان يدوي يعني لما هنيجي نتكلم دلوقتي عن بداية استخدام المعدات اللي موجودة في صناعة التريكو هلاقي ان كانت المعدات نبتديها كده من اول مرحلة لف الخيوط ليه؟ لاني انا دلوقتي الخيط ما بيبقاش موجودة على شكل بقرة فانا محتاج علشان اقوم باستخدامه لو يدوي لو انا بتكلم على اول مرحلة من مراحل استخدام التريكو او انتاج غرز التريكو فكان ده بيتم عن طريق اليدوي يدوي بمعنى ايه؟ باستخدام الابر بتاعتي ان كانت ابر كروشيه او ابر التريكو اللي هي الطويلة اللي كلنا عارفنا طبعا بنمر مختلفة ويبقى اشكال ايه؟ بقى اشكال مختلفة فكان مفروض يبقى عندي بقرة من الخيط عشان اقدر اعمل البداية وابتدي اشتغل القطعة اللي انا عايز انفزها طيب البقرة دي كانت الاول خالص بنقوم باستخدامها على هيئة شلة ولكن ده كان بيعمل لنا ايه؟ بيضيع لنا وقت وبيهضر لنا وبيستهلك لنا كمية كبيرة من الخيوط ازاي؟ لاني انا دلوقتي الشلة بتاعتي وانا مستخدمها وهي في شكل شلة اللي هيحصل ان انا وانا باخد الخيط منها يبتدي الخيط يتكلكع يبتدي الخيط يعمل عقد اضطر اقطع الخيط عشان اجيب الخيط تاني من الاول وافردي الشلة بتاعتي ومضطر مش كده وبس ان انا كمان اعمل بعد العقد فالعقد دي ممكن تبان اثناء الشغل اليدة وبتاعي لان هي كمان حتى لو آليا بتبان في المكنة كسقب او كعيب موجود فيبوز لي مظهر القطعة بتاعت التريك اللي انا بقوم بتنفذها فجينا بعد كده فكرنا طب احنا نعمل ايه خلاص نحول شكل هذه الشلة اللي انا بقوم باستخدامها الى بقر طب هتحولها البقر ازاي ابتدوا يفكروا وبتدوا يستنتجوا وبتدينا نشوف ان انا ممكن استخدم حاجة اسمها الاول خالص الطيار فقلنا ايه الطيار ده كلنا في ذهننا الفكرة اللي بنشوفها ممكن في افلام في التلفزيون في مسلسلات ان يبقى قاعد دايما شخصة حاطت على ايده شلة من الخط وقصاده حد ماسك كده كده بيلف البقرة من هيئة شلة لهيئة بقرة علشان يبقى سهل استخدامه بعد كده في المشغولات بتاعتي احنا بقى حبينا نقرب الشكل ده اللي هو بتعوضع الشلة على الايد او ده فيه ناس كانت بتحطها على الرجبة يعني لو شخص واحد وما فيش حد يساعده فكان بيفرد الشلة على الرجبتين ويبتدي هو يعمل ايه يبتدي هو يلف في البقرة كهيئة ان الخط ده هيبتدي يتلف كده فيتلف معايا حلزونيا يدوية تمام تمام فاحنا لقينا ان حكاية ان انا ابقى حاطت جايب حد يساعدني وهو حاطت ايده كده ولاف في الشلة عليه فده هيفزل مجهود جامد جدا منه وبالوقت لو انا خدت وقت شوية هيبتدي يتعب ايديها تبتدي يعني اذا كان الواحد في كامل قوته في بداية هذا الموضوع بعد كده القوة دي هتقل بالايه باستمرار الوقت فقاله خلاص احنا نستنتج حاجة اسمها الطيار الطيار ده نحط عليه الشلة بتاعت الخط تمام دي اول فكرة يبقى حاجة كده من الخشب توضع عليه شلة الخط ويبتدي الشخص اللي بيلف البقرة يلف البقرة بتاعته كل ده بيجي في دماغي وابتدي كمان اطوره ابتدى التطور بعد كده اني ليه الشخص ده هو اللي يلف ده هو ممكن يبقى بادئ بسرعة معينة وشغال بقوة وجهد عالي فجأة الجهد دي يقل والسرعة دي كمان تقل طب اعمل ايه طب نخترع كمان حاجة اسمها الدولاب اليدوي طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن تطور الالات والمعدات لكن هنشوفها حالا دلوقتي بشكلها اتطورت ازاي واحدة واحدة راحوا مخترعين الدولاب اليدوي الدولاب اليدوي ده بقى ايه بقت الشلة تتحط على الطيار او الجهاز بتاع الشلة ويسحب طرف الخيط يتحط على مكان البقر بتاعتي او بمكان الطارة اللي هي متصلة بطارة او عجلة اخرى محتوط عليها الكونة وبلفها يدويا فيسحب الخيط ويلف على هذه الكونة في شكل حلزوني طيب احنا قلنا ماشي ده اختراع جميل ووفر لنا كتير جدا في ان اللف بكر ولكن لا لا بيستهلك وقت وبيستهلك جهد والبكر اللي ممكن الفها في ساعة او في ساعتين انا ممكن اعطول النهار بس في اني لفتة فانا ما عملتش كده اي حاجة لان العنصر البشري هو برضو اللي شغال وهو برضو اللي بيلف ابتدينا نفكر في تطور والعلماء ابتدوا يفكروا في تطور تاني كل ده ليه انا لما بلاقي مهنة او بلاقي صناعة الصناعة دي هتوفر لي حاجات كتير هتنتج لي منتجات جميلة هتبقى عائد مدي علي كويس هتفتح لي مجالات كتير جدا للمشاريع الصغيرة والمشاريع الصغيرة تصبح مشاريع كبيرة فهيدر مال على الدولة وهيبقى الاقتصاد منتعش كمان بان فيه صناعة انتو عارفين كل ما الصناعات بتزيد وخاصة الصناعات المفيدة كل ما كان الاقتصاد بتاعنا بيتحسن فلما صناعة زي دي تكتشف من القدماء المصريين طيب ده دول القدماء المصريين ما كانش عندهم الاساليب او التطور الموجود فبتدينا نطور في هذه الصناعة لان فعلا اي مشروع بيتعمل من صناعة التريكو هو مشروع اولا تكاليفه بتبقى بسيطة المعدات والالات اللي ممكن اجبها بتبقى قليلة جدا انا ممكن بما كان التريكوه واحدة اقدر ان انا اعمل مشروع الوقت كمان بيبقى قليل جدا احنا هناخد الوقت لما تطورنا الالات والمعدات شوفنا المكنة اخر مكنة بتطلع في الساعة كمان ممكن تطلع اللي بلوفر المكان اللي بيحتاجه اي مشروع صناعي صغير في صناعة التريكو هو عبارة عن حجرة ممكن يبدأ بيها صغيرة وبعد كده يبتدي هو يطور يبقى معنى حتى التسويق بتاعها التسويق بتاعها بيبقى في مراحل شغلي وعملي في بداية الامر وبعد كده لما بيبقى فيه رضا على هذه المنتجات وابتدت الناس تتكلم عنها وعن قد ايه خيوطها جيدة وعن ان هي قد ايه هي مناسبة والالوان بتاعتها جميلة وبقدر استخدمها في كل شيء بينتشر الخبر وبينتشر المنتج ويبقى الاقبال عليه كويس وبالتالي هنعمل ايه هنحقق النظرية اللي بتقول ان الربحية هي وجهي العملة فيها الطلب وفيه الطلب عليه يعني ان انا بعرض سلعة بتاعتي وبيجي طلب عليها وبالتالي انا بعرف ان السلعة دي اوفرها ولا موفرهاش ولا غير فيها ولا جدت فيها فانا بتطور الحاجات دي لان دي صناعة مهمة جدا والافادة منها كمان عالية قوي واصبحت طول السنة زي ما قلنا فابتدينا نشوف ان الدولاب اليدوي لقينا ان بيستخدمه برضو الانسان طب ما هو نفس الموضوع فيه هنا اجهاد فيه هنا تضيع للوقت لان ما فيه شخص يقدر يفضل قاعد يلف بكرة فترة كبيرة ممكن يقوم ممكن يتحرك ممكن يعمل اي حاجة وبالتالي فيه عندي كمان ضياع للوقت طب خلاص يلا بينا ننتج مكانة تكون عالية عالية يعني تشتغل بالكهرباء طب حلو مش كده وبس ده يلا كمان نعمل ايه لو كانت الاول بتستخدم بس كده يدوي لان احنا هنخذ دلوقتي انواع كتير من الحاجات اليدوية تعالوا كمان نخليها بدل ما تلف بكرة واحدة تلف اكثر من بكرة يعني بدل ما هي الشلة اللي بتتعمل هي شلة لانتاج بكرة واحدة لا احنا ليه ما نعملش اكثر من بكرة فبتدينا ننتج مكانة تسمى مكانة البنوار او المكانة زيات المردن الافقية ودي بيبقى موجود عليها اكثر من مردن يعني اكثر من بكرة يبقى انا ممكن في وقت واحد الف اكثر من بكرة وده يوفر لي وقت يوفر لي جوت وهنشوف كل الحاجات دي دلوقتي ده بالنسبة للف الخيوط عشان اعدها لمراحل التشغيل وهزيني خلي بالنا ان امشت تريكو شيء وامشت النسيج شيء تاني حتى المكان المستخدم في انتاج امشت تريكو هو مكان مختلف تماما عن امشت النسيج ولذلك لما بقول ان اي مشروع صناعي صغير في صناعة التريكو بيبقى مصاريفه اقل المكان المستخدم بيبقى اقل حتى المكان اللي انا بوفره بيبقى سهل جدا يوفره ده ممكن غرفة صغيرة جدا بتوضع فيها مكانة ويوضع جنبها مكان التشتيب وحياكة انا كده عملت المشروع تمام عكس بقى كان مكان نسيج او كان امشت نسيج هي بتحتاج مكان اكبر وبتحتاج صلاة كمان اكبر او مكان اكبر فبتدينا نخش بعد كده على صناعة التريكو تعالوا نشوف المراحل دي ونشوف الاشكال اللي هي تم تطويرها ونطبق كلامنا عليه اثناء شرحها احنا اتفقنا ان المكانة الاقصادة دي دي مكانة مش لف خيوط هي مكانة تريكو مستطيلة ده شكل من اشكال المكان طبعا كلنا شايفين المكانة كل محتوياتها عبارة عن ايه هنلاقي عندنا فيه سلندر امامي فيه سلندر خلفي فوق المكانة دي موجودة عندي حاجة تسمى العربة زي ما كلنا شايفين كده قدامنا ان انا عندي هين مكانة دي الشكل بتاعها هلاقي عندي ادي ده السلندر الامامي ده السلندر الخلفي عندي هنا العربة بتاعتي وورا هنا زي ما احنا شايفين اسمه جهاز حمل الكونات وده بيبقى موجود عليه الكونة او موجود عليه البقرة بتاعت الخيوط طيب اللي بيتم هنا على المكنا دية اللي بيتم على المكنا دية ان انا بنتج امش التريكو زي ما احنا شايفين عن طريق العربة دي انا ببتدي طبعا تشكل من اشكال المكنا وعندنا طبعا للعلم في مكان زي ما احنا شايفين دي اوتوماتيك في مكان يدوي يعني ان انا بقوم بمسك هذه العربة يمينا ويسارا اسناء التشغيل طبعا لما تكون المكناة آلية انا بشغلها الاول يدوية عشان اتأكد ان الابر وان جميع الاجزاء في مكانها مزبوط واني بركب كمان المشت بتاعي والمشت ده بيبقى من الاجزاء الملحقة لهذه المكناة وببتدي احرك يدويا هذه المكناة لو المكناة دي آلية انا بحركها الاول يدويا بايدي وبعد كده ابتدي اشغلها عن طريق زرار التشغيل او الايقاف زي ما احنا شايفين عندي هنا فيه سلندر امامي النحية التانية فيه سلندر خلفي السلندرين دول موجودين ليه موجودين عشان فيهم بعض الفراغات او البيوت او مجاري الابر ودول بيضعوا فيهم الابر في وضع رأسي علشان اثناء التشغيل الابر دي بترتفع الى اعلى وبتلتقط الخيط اللي بيتم لضنه في المكوك هنشوف دلوقتي المكوك او المغزيات اللي بتبقى واخدها العربة ورايحة جاية وهنا بيتم تغذية الابر كلها بالخيوط ده شكل من اشكال المكن بتاعنا ده شكل تاني برضو ده موجود عندنا في الورش اللي موجودة في المدارس الصناعية بتاعتنا وهنا بيوريني ازاي لما يكون عندي مكن التريكو وطبعا دي مكن التريكو نصف اوتوماتيك ولكن الشكل بتاع اللضم او الشكل بتاع جهاز الشد اللي قصدنا ده اسمه جهاز سحب وتنظيم شد الخيط هنلاقيه بنفس الشكل وبنفس الكيفية حتى طريقة اللضم بتبقى واحدة في المكن العادي زي ما احنا شايفين قدامنا كده هلاقي ده جهاز سحب وتنظيم شد الخيط وده زي ما قلنا من شوية بيبقى موجود اعلى المكنة الجهاز ده بيقوم بتنظيم الشد الواقع على الخيط حسب سمك الخيط يعني انا بحط الكون على الشمعدان زي ما احنا كنا شايفين من شوية اللي هو الكونات اللي كانت موجودة خلف المكنة بسحب طرف الخيط وابتدي لو نلاحظ موجود مجموعة من الفتحات مغطاة بطبقة من الخزف وطبعا انا هوقف الفيديو كده شوية عشان نتكلم عن الطبقة اللي من الخزف دي الطبقة دي موجودة من الخزف لانها بتعمل ايه لان انا اثناء ما بلضم هذه المكنة بعمل عملية لضم ودي من المهارات اللي بتبقى عندي الفني بتاع التريكو اللي رايح يقدم على شغلانة فني تريكو لازم من المعارف والمهارات اللي تبقى موجودة عنده ان هو يقدر يلضم هذه المكنة طيب انا دلوقتي لما ايجي قلضم هذه المكنة هلاقي موجودة عندي مجموعة من الادلة او الفتحات الفتحات دي هلاقيها مبطنة بطبقة من الخزف ليه من الخزف لان هنا المكنة دي لو هي يدوية انا بشتغل بقوة جديدة جدا في بادي الامر سيبعد شوية القوة دي بتقل ولكن عندي سرعة معينة فالخيط ده بيسري بسرعة معينة السرعة دي لو الحلقة اللي في الدليل ده ما هياش من الخزف هيحصل ايه بالزبط هيحصل ان هيحصل نتيجة الاحتكاك بتاع الخيط الخيط كل او درجة الحرارة اللي هتبقى موجودة لو هي الفتحات دي من المعدن هيبتدل الخيط يعمل ايه يتقطع وبالتالي انا كده عملت ايه استهلكت كمية خيوط كبيرة جدا مش كده وبس انا اضطريت ان اعمل عقدة واعمل لضم واعمل شغلانة الوقت كمان بتايع عدة وبدال ما كنت هتطلع الانتاج بتاعي في وقت قليل لا كده هياخد مني وقت اكبر تمام تمام فاحنا ابتدينا بان احنا في المكنة بتاعتنا واحنا قلنا احنا عندنا انواع متعددة من مكان التريق حاليا فيه مكان المستطيل العادي فيه مكان المستطيل وفيه مكان دائري المكان المستطيل اللي هو منه العادية منه النصف اوتوماتيك منه الاوتوماتيكية والمكان المستدير برضو فيه منه انواع وهناخده دلوقتي وهنعتعرف عليه تعالوا نتكلم عن المكان المستطيل ازاي ان انا قلدمها احنا قلنا وشوفنا شكلها سلندر امامي وسلندر خلفي وقلنا ان السلندر ده هنلاقيه بيمتد بعرض المكنة مش كده وبس موجود عليه مجموعة من الفتحات تسمى بيوت الابر بتوضع فيه وهنشوف شكل الابر دلوقتي في شكل رأسي والابرة دي عبارة عن ايه اولاد عبارة عن خطاف ولسان وساق وكعب طبعا المعلومة دي بتبقى لكل الناس يعني مش بس الطلبة هم اللي يستفدوا المعلومات دي ده كل الناس كل اللي عنده فكر وعايز يعمل مشروع يكون جميل ويكون في ربح ويكون على قد امكانياته المادية ويكون على قد المساحة المتوفرة عنده فاحنا دلوقتي بنفهمك ازاي ان انت تعمل مشروع زي ده وايه هي الاجزاء اللي انت مفروض تبقى تعرف عليها ما عندي الابرة اللي قلنا بتركب داخل هذا السلندر الامامي وبتركب كمان داخل السلندر الخلف ابرة خطافية خطافية بمعنى ايه لها خطاف ولها ساق اثناء التشغيل هذه الابرة بترتفع تاخد الخيط اللي جاي لها من المغزي او المكوك وتنزل تعمل عملية احلال وتطلع مرة تاني اثناء ما انا بعمل العينة بتاعتي او القطع او المنسوك بتاعي فانا مطلوب مني ان وانا بلضم المكنة اخد بالي من شيء كويس اوي ايه الشئ ده ان انا قلضم المكنة لضمي صحيح فبدأ خلف مجموعة الفتحات بعد ما بحط الكونة على الشمعدان او حامل الكونات اللي بيبقى موجود اعلى المكنة في الخلف باخد طرف الخيط وابتدي ان انا امرره داخل الفتحات المغطاة بطبقة من الايه برافو بطبقة من الخزف زي ما قلنا ليه علشان الاحتكاك اللي يبقى موجود ما بين الخيط وما بين هزي الفتحات ما يسبب ليش ان الخيط يتقطع كل شوية او درجة حرارته ترتفع فبص الاقي بعد مدة من التشغيل قطع الخيط او ان الخيط وقف فالمكنة كمان وقفت ده بيعمل لي اهضار في الوقت طبعا ومش كده وبس ان حتى لو اشتغلت هي بالوضع ده هتعمل لي عيوب كتير جدا في القماش او في القطع بتاعتي وده طبعا يخلي بالزبط التسويق بتاعي يقل لان كل الناس بتتناقل اخبار الحاجة الحلوة وبتتناقل برضو اخبار الحاجة السيئة سواء بسواء يبقى انا هرجع هنا محتاج عندي جهاز سحب وتنظيم شد الخيط على المكنة علشان اقدر انظم هذا السحب وهذا الشدد الموجود على المكنة علشان الاطوال تبقى طلع متساوية وكمان جوانب الاقمشة تبقى طلع متساوية فتطلع لي منتج ممتاز يبقى انا عندي هنبص كده مع بعض زي ما احنا شايفين هنا الفتحات دي اللي بسميها دلائل الخيط ودي الغرض منها تحديد مصار الخيط السليم علشان ينزل الخيط على المكان بتاعه وانا ده نوع من انواع المكن هي المكن النصف جاكار ولكن جهاز الشدد ما بيختلفش كثيرا ممكن يزيد جزء زي اجهزة الاقاف انما او المكنة العادية هتلاقيه هو موجود من غير اجهزة اقاف ده احنا لو لاحظنا كده عندنا دلوقتي ده جهاز الشدد نفسه مش جهاز سحبة تنظيم الشد كله لان ده عبارة عن مجموعة من العوارد ومو عندي اجزاء تانية اهي الحامل بتاعه لكن ده كده اللي انا بفتحه ده ارسين من المعدن زي ما احنا شايفين بينهم صستة وفيه هنا مصمار الالواز بيتحكم في كمية الضغط بتاع الارسين دول على الخط لان انا بمرر الخط اللي جيني من الدليل ده بين الارسين دول بمرر الخط بينهم في تجويف وبعدين بزبط عن طريق مصمار الالواز درجة الشد اللي موجودة حسب الخط يعني الخط ده لو سميك يعني تخين فانا بضطر نقل للضغط بتاعي عشان يمشي بسهولة لو الخط رفيع فهيمشي بسرعة فانا بزود الضغط ايه بزود الضغط بتاعي الشد عن طريق المصمار ده وابتدي اعمل ايه لو لاحظنا كده مع بعض ان انا بعد كده باخده احطه على سلك مارين شايفين كده بدخله في حلقة موجودة في السلك المارين ده اهي الحلقة دي برضو مصنعة من الخزف والجزء ده اسمه الصياد وسميه صياد ليه لانه شبه السنارة فبيتم بعد لضم الخيط في القرسين وزبط درجة الشد عن طريق المصمار الالواز انا باخد الخيط ده وبعمله ايه بلضمه داخل هذا الصياد شايفين معايا كده اطلعه برضو من الحلقة اللي من الخزف ده والصياد ده بيقوم بتخزية الخيط للعربة وايه كمان وامتصاص الخيط الزائد عشان يطلع لي جوانب للقماشة تكون نضيفة ما فيهاش اي عيوب اللي بسميها برسل برسل يكون نضيف اهو انا بيعيده تاني اهو شكله اهو ده اسمه الصياد خلاص انا بلضم فيه الخيط بعد ما ييجي من جهاز الشد وبعدين باجي هنا في الدليل الاخر برضو اللي زي ما احنا شايفين كده مغطى وبعد كده باخده بوديه فين بقى اهو المغزيات او المكوك اهو اللي لسه قدامي اهو لسه بقولكم بيلضم فيه هنا الخيط وطبعا شكل المكوك ده بيختلف من مكناة الى اخرى يعني ممكن تلاقيه هنا بشكل تلاقيه في مكناة تانية بشكل شكله بيختلف حسب نوعه وطراز المكناة والشركة المنتجة طبعا اللي وراء دي الخشب دي اللي هي بتصنع من الخشب موجودة خلف الجهاز بتاع المكناة زي ما احنا شايفين كده هلاحظ حاجة مهمة جدا بيوضع عليها الكونات وانا بسميها حامل الكونات باخد طرف الخيط وابتدي يقلضم به المكوك زي ما احنا شايفين المكوك ده لما هيشتغل هيغزي كل الابر الموجودة قدامي دي بالخيط وده بسميه تريكل لحمة وهو تغزية الابر كلها بخيط واحد دي قعدة ارتكاز الكونات الوراء وده شكل الكونة اللي تم ملفها على جهاز البنوار اللي كنا بنتكلم عنه من شوية عن طريق الشلة حولتها الى شكل بقرة او خيط طبعا احنا اتفقنا ان ده مشروع المشروع ده قادر ان هو يغطي كفة تكاليفه كما انه يقدر يحقق صافي ربحية ممكن يصل في بعض الاحيان لو منتجي يحتوي على جميع المواصفات الجيدة المطلوبة منه يحتوي ممكن يصل ارباح هذا المشروع الى 100% من رأس المال خلال فصل الشتاء فقط فتخيلوا لو احنا فصل الشتاء بننتجه وكمان زي دلوقتي كده بننتجه في جميع اوباق فصول السنة معنى كده ان انا عندي انتاج اشكال كتيرة جدا لان انا هو دخل في انتاج اللي هو التوب بتاعي دخل في انتاج البلوزات في انتاج الجواكت الخفيفة اللي هي بتبقى مصنعة بخيوط من الحرير وبيتم تطرزها وبعها وبتجاهز زي ما الفصل الشتاء كمان بتجاهز في فصل السيف بعد كده وده من اساسيات اي مشروع مش بس مشروع التريكو ان انا اسوق لمنتجي للمنتج بتاعي لو انا المنتج بتاعي بيتوفر فيه جميع المواصفات والالوان اللي تلفت او تشد الانتباه والاشكال والديزاين يكون مختلف كل مرة هقدر اول حاجة ان انا اعرضه على الزملاء والاصدقاء والمعارف ده في بداية المشروع اول ما بيسمع المنتج بتاعي ولاقي فيه الاقبال زاد ببتدي مش بس ان انا اجدد في منتجي او الشغل بشكل جديد لا ده انا كمان اقدر ازود وعلي في الاسعار بتاعتي حسب التكلفة اللي موجودة انا ممكن في هذا المشروع تكون التكلفة قليلة والمنتج من جودته ومن الاقبال عليه بزود فده يرجع لي عائد ربحي كويس جدا واي ملاحظة بتيجي اثناء ما انا بعرض في اطار المعارف والزملاء والاصدقاء ادون هذه المعلومة او الملاحظة علشان اتجنبها لما ااجي اعمل ايه اعمل تصميم تاني فيبقى التصميم بتاعي كويس طبعا احنا كنا من شوية بنتكلم عن الدولاب اليدوي واتفقنا ان من اول حاجة هستخدمها من الف به مصر اللي هو ايه اللي هو اول بداية التريكو بتاعي لما بيجيني في شكل الكونة اللي شفناها من شوية كان جاييني عامل ازاي كان جاييني على هيئة كونة وبالتالي اكيد الشلة تم ملفها من شوية طب هي تلفت عن طريق كونة ازاي عن طريق حاجة اسمها الدولاب اليدوي الغرض منه ايه الدولاب ده لسه قيلين من شوية لما كنا بنتكلم عن مراحل التطور بتاع لف الخيوط انه هو جهاز الغرض منه تحويل الخيوط من هيئة شلل ولفها على هيئة بكر يبقى انا بعمل ايه بلف بحول الشلة من صورة شلة الى بكر عن طريق هذا الدولاب طبعا بيتم لفه على صورة بكر باطوال واحجام المطلوبة وبيكون اللف هنا على الدولاب اليدوي استوانيا ولكن من عيوبه ان الخيط بيحصل له فك لو ما كانش مشجود بالشد الايه الشد الكافي تعالوا نتكلم على اجزاء الدولاب نبص كده مع بعض هنلاقي عندي هنا الدولاب عبارة عن ايه تعالوا نشرحه وبعاكيا نبص عن جزء جزء الدولاب اليدوي اللي تم اختراعه علشان يلفلي الخيوط من هيئة شلل زي ما اتفقنا لهيئة بكر هو عبارة عن طارة كبيرة الطارة دي فيها تجويف التجويف ده متوصل بطارة او عجلة صغيرة عن طريق سير من الجلد طبعا في مركز او في منتصف هذه الطارة الكبيرة فيه يد يدوية يبقى انا دلوقتي لما اتكلم عن شكل الدولاب اليدوي هنلاقيه اللي هو اول حاجة استخدمت علشان ابتدي الف الخيوط من هيئة شلل الى هيئة بكر فبيتطوم من ايه تم اختراعه من طارة كبيرة هذه الطارة يوجد فيه وسطها او مركزها يد يدوية بيتلف بها هذه الطارة الطارة دي موجود عليها تجويف من اعلى مسبت عليه سير متصل بعجلة صغيرة العجلة دي مسبت عليها عمود من المعدن العمود ده اللي هو المردن بثبت عليه البكرة بتاعتي اسناء ما انا بلف الطارة الكبيرة باخد طارة في الخيط من الطيار اللي ساقيلينه من شوية الطيار اللي بحط عليه الشلة زي ما صورنا وفكرنا نفسينا ببعض اللقطات اللي بنشوفها في التلفزيون ان انساني بقى واقف قاعد وحاطت الشلة على ايه وحد تاني بلف البكرة سغنينا عنده بالطيار حطينا عليه الشلة خدنا طرف الخيط ثبتناه على الكون اللي انا هتمي لفها ابتديت ادور الطارة الكبيرة عن طريق اليد المثبتة في منتصف هذه الطارة وبالتالي هتنتقل الحركة بتاع الطارة الكبيرة عن طريق السير اللي من الجلد الى العجلة الصغيرة اللي مركب عليها الكون فيتم لف الكون لفا حلزونيا ولكن من عيوبه لما بتدوا يشوفوا الاكتشاف ده كويس ولا لا لان من عيوبه ان الخيط اللي موجود على الكون بينصارم يعني ايه يعني بيتفك لان الشد اللي موجود عليه غير كافي غير اني كمان لو ركزني هنلاقي الشد اللي موجود عليه غير منتظم يعني لو كان الشد في بداية الامر انا كل سرعة وكل نشاط فالشد هيبقى عالي بعدها بشوية السرعة دي هتقل ودراعي هيوجعني فالشد هيبقى أقل هيتباطئ السرعة اكتر فالشد هيبقى أقل ادي شكل الدولاب اليدوي قدامي هوا الكلام اللي احنا لسه بنقوله دي الطارة الكبيرة طبعا هو وصلنا تم تصنيعه في الاول من الخشب زي ما احنا شايفين والدواسة اللي تحت دي دي الدواسة دي علشان تشغل لو لاحظتوا كده عن طريق العمود ده مرتبطة بهذه الطارة فبيتشغل الطارة لما الطارة تشتغل تنقل الحركة للعجلة الصغيرة اللي موجودة قدامي دي العجلة دي زي ما احنا شايفين اللي هنا دي دي كونة او شكل من اشكال الكونة لما بتشتغل الطارة الكبيرة بتجر الخيط وتلفوا على الطارة الصغيرة يبقى دا كان شكل من اشكال الدولاب اليدوي اول شكل تم تصنيعه يبقى هو قائم من الحديد الزهر مركب عليه من اسفله طارة سريعة الدوران مزودة بيد خشبية او حديدية ترتكز هذه اليد في محور الطارة وتزود باليد وفي اعلى القائم يوجد عجلة صغيرة من الحديد اللي لسه شايفينها حالا لها حفتين متقابلتين مع الطارة الكبيرة يصل هما سير من الجل في منتصف العجلة دي لسه حاليا شايفينه شرحينه وايلين عموت تقويل من الصلب يسمى المردن ومدبب من طرفه الغرض منه تركيب البكر عليه ادي الشكله بتاع الدولاب اليدوي زي ما احنا شايفين كده طبعا دي الطارة الكبيرة لو لاحظنا هنا في حفتين هم بينهم تجويف التجويف ده بيركب عليه سير متصل بالعجلة الصغيرة اللي موجودة هنا اللي هي بيركب عليها الايه برافو الكونة انا عندي هنا دي يد موجودة في منتصف الطارة عندها تشغيلها اللي بيحصل هنا بتنقل الحركة عن طريق السري اللي من الجلد الى العجلة الصغيرة اللي مركب عليها البقرة فبيتم لف الكونة او لف البقرة طيب عايزين نقول فين انتشلة هنا انتشلة مش جنبي لو لاحظنا بصنا كده الشلة مش موجودة جنب الدولاب ده فين هي الشلة اللي محتوط عليها او فيه هو الجهاز اللي محتوط عليه الشلة عشان احولها هنا على هذا الدولاب اليدوي الى كونة اقول له حاضر اولا مش تقول لي يعني ايه الطيار ايه الطيار ده جهاز معد الوضع الشلة عليه للفاعة على بقر طبعا اللي بيعمل مشروع صناعي صغير ما بيبقى جايب البقر ايه بيبقى جايب البقر جاهز عبارة عن خيط وملفوف وبشد متساوي لكن انا بتكلم عن تطور هزي الصناعة لغاية ما وصلت لنا دلوقتي ادي عندنا اهو ادي ده الطيار بص كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده اهو يفتح قطعة معدنية قطعة هزي ما احنا شايفين او اسلاك معدنية تفتح وتغلق حسب حجم الشلة يعني كتير من انا هنقول ايه طب وانا اقعد اصنع كزا طيار هما ساعتها عملوا كده في البيت يعني لو عايز الف في شلل ما في ناس برضو بتبقى محتاف زي ده شكل مسلا من الاشكال مش بيبقى موجود في الورج وكنيبقى في البيت لانه بيتم تثبيته على اي طاولة عندي او على اي ترابيزة عندي زي ما احنا شايفين كده من تحت كده هي مسبتة زي المفرامة بالزاب بيثبت عادي جدا عن طريق مفتاح لاحظتوا ان عندي هنا ايه ان عندي هنا الاسلاك دي لو بصينا كده من الاول اهي بتفتح وتغلق حسب حجم الشلة بتاعي يعني انا الطيارة هو عندي عبارة عن اسلاك معدنية او قطع معدنية تفتح وتغلق حسب مقاس الشلة عندي انا مقاس الشلة عندي اهو فتحت الاسلاك دي او القطع المعدنية دي وركبت الشلة زي ما احنا شايفين هنا بيبقى فيه طرف الخيط اخد بالي كويس او اني مش نهيته عشان ما يتكلكعش على الطيار انا سحبت اهو طرف الخيط اللي هو موجود اهو بصوا اول ما نسحب الطرف بتاع الخيط اللي حصل ابتدى الطيار يشتغل في حركة دائرية وانا بعد كده باخد طرف هذا الخيط واعمل فيه ايه اروح الضمه على الكونة بصوا معيه ده اسمه ملفاف يدوي ده شكل من اشكال لف البقر يعني زي ما فيه الدولاب اليدوي احنا كمان قلنا طبما نخترع كمان حاجة اسمها الملفاف اليدوي اللي حصل انا حطيت الشلة على الطيار خدت طرفها وجبته هنا على شكل من اشكال لف الخيط اللي اكون هو يسمى الملفاف اليدوي لضمته بصوا بقى معيه هو يدوي برضو بس شكل مختلف وبتديت عن طريق اليد بتاعتي اللي موجودة في هذا الملفاف اليدوي اللفها لحظوا كده الخيط بيتلف على هيئة ايه على هيئة بقرة مش كده وبس وكمان يلف ايه حلزونيا اشمعنا حلزونيا يعني وبنتك عليها اوي كده لان كل مكان الخيط ملفوف حلزوني كل ما ساحبه شايفين معي المنظر جميل ازاي كل مكان الخيط ده سهل ان انا اسحبه هو محطوط على مكانة التريق بتاعتي انما لو هو ملفوف باي شكل ايا كان هنيجي نشغله بعد كده هنلاقي ايه هنلاقي اني لفه او تشغيله على المكان ما ياله صعب انما بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده مثل ملفوف لفا حلزونيا اول ما اخد القونة حطها على المكان بتاعتي واسحب بس طرف الخيط هلاقي الخيط هنا اشتغل بايه اشتغل بمنتهى السهولة تمام ايه بقى الطيار ده جهاز من الاجهزة اللي بتساعدني على لف الشلل الى بقر حلو قوي طيب هو عبارة عن ايه زي ما احنا شفنا كده هو عبارة عن عمود خشبي وقعدة اللي بيحصل ان هو قطع او اسلاك معدنية بتفتح وتغلق حسب مقاس الشلة هيتم تركيب الشلة عليها وافتحها حسب المقاس وابتدي اخد طرف الخيط كل شلة موجودة عندي هلاقي طرف ملضوم كده علشان نبدأ منه اللف فانا هعمل ايه هفك هزي اللضمة واخد طرف الخيط وابتدي اوديه على الجهاز بتاع اللف بتاعي وسبتو كويس وعن طريحنا شفنا دلوقتي مش الدولاب اليدهو كمان احنا شفنا كمان شكل تاني من التطور بتاع اللف الخيوط على هيئة بقر شفنا الملفاف اليدوي الملفاف اليدوي اللي يصغير هو بلف كونة واحدة هتدي بس صغير ممكن يركب في بيت ممكن يركب في ورشة صغيرة وابتدي ان انا الف الكونة بتاعتي هلاقي الكونة وانا عمالة بدور اليد دي بالدوران السريع هتروح سحب الخيط من الطيار موديه على الكونة ولاحظنا ان الخيط هنا بيلف لف ايه ايوه لف حالة زوني عشان يبقى سهل لنا اسحابه على المكنة اسناء التشغيل تمام طبعا احنا بنطول الطيار ده ونقلله حسب الطول اللي انا عايزاه لان هنا بيبقى مركب على العمود العمود ده في قطع من الحديد مسبت بها اصابع مخصصة لتثبيت هذا الطيار زي ما شفنا كده احنا بنسبته على الترابيزة بتاعتنا او بنسبته على القعدة بتاعتنا ادي شكل تاني من اشكال الطيار كلنا شايفين اهو ده شكل تاني اهو تمام تمام ده عبارة عن ايه بقى ده عبارة عن قطع خشبية مش معدنية ونفس الموضوع ده بقى الملفاف اليدوي اللي هو بدل الدولاب اليدوي بصوا بقى اجزاؤه دي كده بستخدمها مكان القناة ده الشكل بقى الجزئين مع بعض عشان يبينني اللي انسيابية اللي في العمل ده كده ده الطيار هنرجع كده تاني الحتة ده تاني بصوا كده معايا اهي دي الفكرة بتاعتي الشلة محطوطة هنا ومسبتها هنسبت بس الصورة كده رجعها تاني عشان قد ايه بنشوف الطريقة قد ايه ده اهو احنا بنقول ايه انا عايزة استغنع عن هذا الشخص اللي هيمسكلي الشلة بتاعت الخيط وهيحملي ايده كده وابتدي انا الف الكونة بتاعتي لا انا هو جبت الدولابة والطيار حطيت عليه ونلاحظ مع بعض بقى خدت طرف الخيط جبته على الملفاف اليدوي احنا كل ده كنا لسه في اليدوي وابتدى يلف الخيط من هيئة شلل الى الى ايه الى بقر تمام ده بالنسبة هو ده اشكال متعددة للملفاف اليدوي طبعا زي ما احنا شايفين دي القاعدة اللي بتثبت ده مجبك بيتم تثبيت وكده زي المفرامة عندنا في البيت بالضبط اللي هي اليدوية الحديد الاديمة دي بتثبت عن طريق ايه عن طريق هذا المصمار بسبته وابتدي ان انا اخد عليه طرف الخيط زي ما شفنا وده البقرة بعد لفها ايه لفها لفا حلزونيا عن طريق اليد اليدوية دي استخداماته اعادة لف الخيط قبل عملية التشغيل مهمة عندي جدا ان انا اعمل اعداد للخيط قبل عملية التشغيل يعني ممكن عملية التشغيل بس خلي بالكو فترة التحضير اللي قبل عملية التشغيل دي بتبقى بسيطة يعني التحضير اللي امشي تتركوه اسهل بكتير ده ممكن كمان ما يكونش عندي عملية التحضير تمام اكساب الخيط درجة من التشميع تحويل الخيط من صورة شلة الى صورة بقرة عشان تبقى مناسبة ده انا عندي كمان ميزة كويسة جدا ان انا ممكن في التريكو ان انا افك العينات وعيد تشغيلها مرة تانية يعني ممكن يكون عندي عينة انا بعد ما عملتها لقيت فيها اي عيب او انا عايز اعمل شكل تاني جديد لها فده سهل جدا في تريكو اللحمة ان انا افك هزي العينة واعمل تشغيلها مرة تانية تمام طبعا احنا اتفقنا ان اجزاء الملفاف اليدوي هي عبارة عن شكل زي شكل الكونة كده والجهاز بيتم تثبيته بيلف باليدوي بعد كده دخلنا في البنوار وقلنا ان البنوار هي بقى المكنة الالية اللي هتقوم بلف هزي الخيوط الى بكر يبقى احنا كده خدنا التطور في صناعة التريكو من حيث اعداد الخيوط لللف او لتحويله من شلل الى بكر شفنا شكل مبسط للمكنة اللي ممكن اعمل بيها مشروع صناعي صغير شفنا انها بتتكون من سلندر امامي وسلندر خلفي وقد ايه الكونات بتتحطي على جهاز الشمعدان اللي موجود خلف المكنة انا ممكن بمكنة واحدة بس افتح مشروع صناعة صغير اهم حاجة ان انا اوفر المواصفات النمطية الجميلة اللي مفروض تكون موجودة في هذا المنتج وحقق الشكل بتاعه علشان زي ما اتفقنا الربحية عايزة وجهين لعملة وهو عرض السلعة والطلب عليها وده كان موضوعنا النهاردة وان شاء الله باذن الله نكون استفدنا والقاكم في حلقات اخرى للتعرف على تخصصنا وتخصص التركوه وإلى اللقاء